اشتركوا في القناة احسب بتماع ما يلي عندنا 312 ناقص 11 زائد 113 45 في 12 تقسيم 3 122 في 10 زائد 1 ثمارين ثاني انقل واتمي من الحسابات الآتية 3 على 5 زائد 3 على 5 تساوي جمع كصرين لهم نفس المقام 25 على 7 ناقص 13 على 7 كصر ناقص كصر عندهم نفس المقام 8 على 7 في 9 على 5 كصرين ضرب كصرين مختلفين في المقام ثمارين الثاني انقل ثم اكمل الجدول عندك كصور نضربها في كصور 3 على 5 1 على 10 و 5 على 8 في 12 على 5 و 9 على 4 اذا كل كصر في كصر نقدر بالنتيجة تاعه هنا في الجدول ثمارين الثالث قام فلاح باستغلال قطعة من الارض مساحتها 1500 متر مربع كما هو موضح في الشكل قطعة ارض مساحتها 1500 متر مربع حيث خصص ثنين على ثلاثة معناه ثلثين منها لزراعة الفلفل و 4 على 5 مما تبقى لزراعة طماطم و 4 على 5 لزراعة طماطم 2 على 3 للفلفل و 4 على 5 للطماطم ما هي المساحة المخصصة لزراعة الفلفل المساحة لزراعة الفلفل شعال والمساحة المخصصة لزراعة الطماطم شعال ما هي المساحة الغير المزرعة المساحة اللي بقات اللي مزرع فيها والو شعال طيب نمروا للحل نشوفوا الحل ثمانين الأول ثلاثمائة واثنى عشر ناقص احدى عشر زائد مئة وثلاثة عشر تساوي إذن عدنا طرح وجمع نحسب ملياسار اليمنى طرح هو اللول ثلاثمائة واثناش ناقص احداش تعطينا ثلاثمائة واثناش تقلنا ربعمائة واثناش خمسة ورابعين في اثناش تقسيم ثلاثة عدنا الضرب وقسمة نبدأ بالضرب هو ملياسار اليمنى الضرب هو اللول خمسة ورابعين في اثناش تعطينا خمسة مئة وربعين تقسيم ثلاثة مئة وثمانين مئة واثنين وعشرين في عشر زائد واحد أولوية للأقواس عشر في واحد عشر زائد واحد حداش ومبعدهم مئة واثنين وعشرين في حداش تعطينا ألف وثلاثة مئة واثنين واثنين ورابعين نجمع البسط مع البسط. 25 على 7 ناقص 17 على 7. يبقى البسط. يبقى المقام غير هو. ونجمع البسط. 25 ناقص 17. إذا 12 على 7. كسرين في بعضهم البعض. 9 8 على 7 في 9 الخمسة. نضرب بسط المقام الأول. 8 في 9 و 7 في 5. البسط في البسط والمقام في المقام. 72 على 35. 72 على 35. 85 الزاني 3 على 5 في 12 على 5. نفس مقام تعطينا 36 على 25. 3 على 5 في 9 على 4. يضربها 27 على 2000 ideas. 1 على 10 في 12 على 5. оны teng prejudiced 22 على 50. 1 على 10 في 9 على 4. 89 على 40. 5 على 8 في 12 على 5. 60 على 40 5 على 8 في 9 على 4. تعطينا 45 على 40 المساحة المزروعة بالفلفل هي 1000 متر مربع كيف عرفناها لدينا 1500 تقسيم 3 في 2 لأن الكسر التاح 2 على 3 إذن نضربه في 2 نقسمه على 3 1000 المخصصة للطماطم اللي هي 4 على 5 إذن تقسيم 5 ونضرب في 4 في 4 تقسيم 5 نضرب في البصل ونقسم على المقام هي 400 1000 فلفل 1000 متر مربع الطماطم 400 متر مربع مساحة غير المزروعة نجمع مساحة الفلفل زائد مساحة الطماطم ونقصوهم من 1500 1500 نقص 1400 تعطينا 100 إذن المساحة المتبقية 100 متر مربع طيب نشوفه نموذج آخر كذلك في الرياضية نموذج آخر في الرياضية تفرض الفصل الأول تمر الأول أحسب بتماع ما يلي C تساوي 43 ناقص 19 زائد 36 D تساوي 5 زائد 8 في 3 ناقص 2 في 9 ناقص 3 زائد 23 زائد 47 على 10 ما كاش الأقواص كان غير هنا يا كما تشوف E تساوي 0.6 في 24 زائد 53 ناقص 3 ناقص 2 فصل 4 في 74 80 ثاني أنقل وأتمم عندك 8.753 على 2 فصل 32 تساوي البسطين فارغين المقام 2.32 في المقام يولي 2232 إذن لاحظ ما هي القيمة المقربة إلى 1 على ألف بالنقص لحاصل قسمة العدد 8.753 على العدد 2.32 استنتج حصر لحاصل القسمة الثمانين الثالث أعد إنشاء الشكل المقابل بأخذ L M تساوي 6.3 سنتيمتر وK L تساوي 4.8 سنتيمتر ها L M هذه 6.3 وK L 4.8 أنشئ المثل أنشئ دلتا 1 ودلتا 2 محوري القطعتين محور القطعة الأولى ومحور القطعة الثانية قطعتين L M وK L على الترتيب لتكن B نقطة تقاطع دلتا 1 ودلتا 2 يتقاطع في النقطة B ما هي طبيعة المثلث B K M المثلث B K M ما طبيعته مع التعليل طيب يشوفوا الحل تصحيح تمرير الأول تعال الحساب الحساب C تساوي 440 ناقص 19 زائد 36 إذن طرح وزائد نبدأ من اليسار لليمين طرحه والأول 340 ناقص 19 تعطينا 24 24 زائد 36 60 إذن 6 خرجنا 60 ثانية D تساوي 5 زائد 8 في 3 ناقص 2 D D D طويلة إذن D كما راكم تشوفوا D أولوية للأقواس أقواس 9 ناقص 3 تعطينا 7 إذن تقولينا هنا 7 2 في 7 2 في 7 21 ونحسبوا الكسر إذن تخرجنا D D 24 تلميذ تحقوا منها تحقوا منها في الحلة تخرجكم 24 E ال E كذلك فيها الأقواس أولوية للأقواس 24 زائد 53 إننا حسبوها تعطينا 77 وهذه نحسبو الأقواس ثم بعد نسملوها E تخرجنا 1.8 تلميذ تحقق منها تحقوا منها وحلوها بارك الله أعزائي التلميذ ما تستهينوش بأي تمرينة ممكن يطيحكم هذا التمرين في الامتحان ولا في الفرض لذلك اكتبها وقف الفيديو اكتبها وحلو وصحح وشوف إذا تخرج لك E 1.8 طيب 8.753 على 2.32 تساوي 8.753 على 2.32 ونكمل حاصل القسمة 3.77 طيب التمرين الثالث الإنشاء محور دالتا محور القطعة الأولى دالتا 2 محور القطعة الثانية يتقاطعه في النقطة B إذن المثلث إن هذا وهذا متساويين نستنتج المثلث B كآم متساوي الساقين في رأسه B متساوي الساقين في الرأس B إذن المثلث متساوي الساقين بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر